أربعة أشهر من تعثر اتفاق السويد ولا موقف رسمياً حتى الآن يضع النقاط على الحروف ضمن جولاته المتكررة وصل اليوم إلى صنعاء المبعوث الأممي مارتين جريفث في مهمة لإنقاذ اتفاق السويد كما يقول لكن الواقع يقول شيئاً آخر ما تقوله الأربعة الأشهر الماضية أن ميليشي الحوثي ترفض تنفيذ اتفاق السويد بكل بنوده رفضت خطة إعادة الانتشار في الحديدة كما قال رئيس الفريق الأممي لوليسجارد في آخر تصريحاته ورفضت صفقة تبادل الأسرى كما صرح خالد اليماني رئيس الوفد الحكومي الذي قال إن ميليشي الحوثي حاولت تجزئة صفقة تبادل الأسرى بتقديم اقتراح بإخراج مجموعة من طرف الحكومة مقابل مجموعة من طرف الحوثيين وهو الأمر الذي رفضته الحكومة كما قال اليماني وزير الخارجي ينتقد مؤخرا المبعوث الأممي مارتين جريفث حيث قال إن جهوده الحالية لا تحل السلام في اليمن وإن عليه أن يحيط مجلس الأمن في جلسته المرتقبة منتصف أبريل الجاري حول الطرف الذي يعيق تنفيذ الاتفاق ويحمله المسؤولية أربعة أشهر إذن من جمود اتفاق سويد تنتظر فقط رصاصة الرحمة إذ لم يتم التقدم في أي من الملفات بل شنت خلالها حملات عسكرية ووقعت انتهاكات مروعة مثل ما حصل في حجور كل ذلك ولم يحرك المبعوث الأممي والمجتمع الدولي ساكنا ماذا بعد اتفاق سويد؟ ما دام وطريقه بات يشبه المستحيل خلال الأشهر الماضية يبدو أن ميليشي الحوثي التي رفضت إخلاء الموانئ والمواقع الحيوية في الحديدة أعادت ترتيب صفوفها العسكرية بعد أن كانت القوات الحكومية على بعد خمسة كيلومترات الأمر الذي يضاعف من صعوبة الخيار العسكري اليوم مقارنة بما قبل السويد مراقبون يقولون إن موقف الحكومة غير الحاسم من اتفاق السويد المتعثر يأتي منسجما مع موقف الرياض ومراعاة لحساباتها الدولية الخاصة خصوصا وأن ملف الحديدة بالذات أصبح ملفا دوليا ويحظى بفيتو من الدول الكبرى إذن خيارات مفتوحة وغير واضحة غير أن ما هو مؤكد هو دوران غريفة في دائرة مفرغة من التفاؤل بتنفيذ الاتفاق لا تقول الوقاع ولا التجارب السابقة أن بالإمكان تنفيذه